بديع الزمان هذا ليش طيب ليش الله فهذا الشرف لواحد كردي مش عربي او تركي حتى ليش كردي يعني المجددين الإسلام في القرن العشرين سيدنا مولانا بديع الزمان النورسي قدس الله وسره تعرفوه كردي تركي كردي هذا كردي هذه جدة الإسلام هذا حفظ الله به إيه الإسلام أيام الخبيث المخبث كمالات تركيا الزنديق هذا الذي كان بده إمسح الإسلام من تركيا بالكامل الله حفظ الإسلام رغمًا عن أزاب ترك عن علمانيتي اللعينة بمين ببديع الزمان سعيد النورسي الذي قضى معظى حياتي في السجن وحاولوا أن يغتلوه بالسم ثمانية عشرة مرة ومات فوق الثمانية من عمره الحمد لله سعيدا شهيدا إن شاء الله بالسم لأنه مات برضه مسموم مسكين في آخر شيء رحمة الله عليه بديع الزمان هذا ليش طيب ليش الله أعطى هذا الشرف لواحد كردي مش عربي أو تركي حتى ليش كردي يعني الأصل الأصل هذا الرجل أبوه رحمة الله عليه مقدس الله وسره العزيز ومكان شاعر أبوه لم يكن عالما لكن كان كرديا صالحا يتق الله ويريد أن يطيب طعمته ورزقه لكي يرزق بذريا صالحة تعرف كيف كان أبو كان يعمل راعي أغنام كيف كان يرعى غنمه كان اصطنع لكل غنم لكل شاء ولكل خروف كمامة كمامة تنحطه تفتح ليش فقط يفتحها حين تصير ايه غنمه في أرضه توكل في أرض وعشبه وحين يغادر أرضه يعود إلى إيش إلى الإستبل تمر على أرض أخرى وتكون هي شبعة لكن لعل واحدة منها إيش طماعة خبيثة تروح تغفلها إيك حششتين كذا لا كمامات كم يكلف هذا كل يوم من شغل مسكين كم كم كذا إذا عنده خمسمائة واحدة حط كيم حط كيمين في ساعتين زمان شوف التقوى لي يا أخي يا حسر علينا يا حسر علينا خذوا الدين بجد يا يحيا خذ الكتابة بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة بقوة دين لابد أن يخذ بقوة ليس بلعب وإلا ما بكون دين صح ما بكون دين فهذا بديع الزمان النورس عشان هيك يخرج منه مين بديع الزمان النورس